أصدر جلالة الملك عبد الله الثاني مكرمة بمنح القمص أنطوني الصبحي كاهني كنيسة سيدة العذراء للأقباط الأرثوذكس في الأردن الجنسية الأردنية وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في عمان قد ذكرت في بيان لها أن جلالة الملك قد أصدر قبل عدة سنوات إرادة ملكية سامية بتعيين القمص أنطوني الصبحي حنة قاضيا ونائبا لرئيس المحكمة الكنائسية وتقدمت الكنيسة بالشكر لجلالة الملك على اهتماماته بها ويذكر أن القمص أنطونيوس له أربعون عاما في الأردن خدم فيها عشر سنوات كمدرس وثلاثين عاما كاهنا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في عمان وبهذه المناسبة تتقدم نورسات الأردن ممثلة بالمدير الإقليمية للفضائية في الأردن وفلسطين الدكتور باسم السمعان وفريق العمل بالتهنئة والتبريك للأب صبحي متمنين له مزيدا من التقدم والازدهار في خدمة الكنيسة